موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم ماتريكس إذن في هذه الحلقة سوف نتطرق إلى خدعتين وأولا سوف نقوم بشرح خدعة الفيديو السابق إذن هي خدعة self-working ثم سوف ننتقل لخدعة أخرى وسوف نقدم الشرح في هذا الفيديو إذن هذه الخدعة السابقة هي خدعة جيد جميلة والشرح هو كالتالي هنا هنا أربعة أوراق ستة وأربعة أوراق king لكن ورقتين من هذه الأوراق الستة فهم ليسوا بعاديين إذن كما شرعون فهم double sided cards وكذلك هنا نفس الشيء كما شرعون وما علينا فعله في هذه الخدعة ووضع الجانب king في هذا الجانب والستة في هذا الجانب ثم تأجي الخدعة الثانية إذن ماذا نقوم به هو أننا نقلب نضع الورقتين في الوسط ثم نقلب الورقة الأولى ثم نقوم بهذه الحركة بهذه الحركة فيظن أننا قلبنا بهذا الجانب لكن في الأصل نقلبنا بهذا الجانب المعكس نضع الأوراق بنفس الطريقة نضع الورقتين بالوسط نقلب الورقة الأولى ثم نقلب بهذا الشكل ونضع الأوراق ثم تتحول الأوراق السوداء إلى مكان والأوراق الحمراء إلى مكان آخر إذن نمر إلى الخدعة التالية وهي الخدعة قامت بها مجموعة من لعب الخفة سوف نقوم بكشف هذه الخدعة حالا إذن الخدعة تقوم على سوف نضع ورقتين نختار ورقتين شوائيا يعني أتمنى أن يكون هذه الورقة حمراء إذن ما قام به هو أنه أعطى يعني أعطى الأوراق لشخص ما الذي يعني بدأ يعني يضع الأوراق أينما يشاء وفي الأخير انظر ماذا سيحصل إذن سوف أستعين بصديق سوف يقول لي يعني أين أضع الأوراق وسوف نرى ماذا سيحصل إذن حمراء سوف نقلب الأدوار إذن أتمنى أن تكون هذه الورقة إذن سوف أقلب الأدوار إذن حمراء سوف نأخذ ورقة سوداء إذن وسوف نقلب الأدوار الآن إذن سوف نقلب الأدوار الآن ماذا سوف نقلب الأدوار الآن سوف يحصل. نقلب الاوراق. اوراق السوداء. مع الاوراق السوداء اذا كل الاوراق التي تخجعها سوداء. اوراق. كل التي تخجعها حمراء هذا الشكل. اوراق السوداء. اذا. واخيرا الاوراق الحمراء. اذا امن ان تكون هذه الخدعة قد اعجبتكم. ولا تنسوا اتقوا معنا في الحل. ادنا اليكم لحلات الخدعة الرائعة. اذا. هذه الخدعة يعني من الباديهي ان تكون لها ترتيب مسبق. اذا لا علاقة له بالسحر او شئ ما. اذا الترتيب مسبق هو انك تجمع الاوراق الحمراء في مكان ما. او يعني اه تفصلهم عن الاوراق السوداء. واوراق السوداء في هذا المكان. وتحضير اخر هو انك يجب عليك ان تقوم بتعليم. ورقة من الاوراق السوداء يا الحمراء. اذا انا قلت هنا انظروا. علامة زرقاء كما شارعون هنا. لا استطيع ان اراها سوى انا اذا لا استطيع انتوا راه ما انتم. وهذه الورقة تكون فاصل بين الاوراق السوداء والاوراق الحمراء. كذاش. بعدها تختار ورقة من هذا الجانب وورقة من يعني من الاسفل. ويبقى يقوم بيعني ما يريد هكذا لا يهم. لا يهم. ان اوراق سوف يعني تترتب. اذا عندما تصل لهذه الورقة. يعني تقول تختار ورقة من السوداء فهي يعني سوداء. تختار ورقة من السوداء وتقلب اه وهذه ورقة حمراء. تقلب يعني تقلب الاتجاهات. وتبدأ مرة اخرى بهذه العمالية. تقوم. لا اهم ما تقوم به. في الاخير انظر ما تقوم به. هذه الورقة تقلبها بلايش شكل. يعني دون ان يلاحظ. تقلب الورقة. ثانية تضعها للشكل. ثم تضع الاوراق كلها هنا. فقط بعضها. وتعريد عليه الاوراق. اذا. اوراق السوداء تجمع في مكان واحد. اوراق الحمراء تجمع في مكان واحد. اوراق السوداء كما ترون. في مرحلة التانية. اوراق سوداء تجمع في مكان واحد. وكذا. والاوراق الحمراء تجمع في مكان واحد. اذا اهم لان تكون هذه الخطأ او هذا الشرح قد اعجبكم. لا تبخلوا العينينا بالانتغط على زر لايك وسبسكرايب و الى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. اشتركوا في القناة